اسمارات من قاطرة لا غنى عنها في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في قارتنا الإفريقية فيها تشكل جزءاً لا يتجزأ من مكونات الاستقرار نظراً لأثرها الإيجابي والعابر لقطاعات الدولة لما يصاحبها من زيادة في فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات فضلاً عن إطفاء طابع من الثقة إزاء حالة الاقتصاد ككل وبما يعزز من مساهمة القارة في سلاسل القيمة المضافة للعملية الإنتاجية على المستوى الدولي وفي الوقت نفسه فعلينا إدراك أن هذا التأثير الإيجابي لا ينحصر في المحيط الإفريقي في حزم بل تمتد آثاره عبر البحر المتوسط لجوارنا الأوروبي في ظل تنامي الطبيعة المترابطة والمتشابكة التي باتت تتسم بها العلاقات الدولية على نحو غير مسبوخ وهو ما يفسر حصنا جميعاً على التحاور وتبادل الآراء بشكل متواصل في مختلف الأطر الدولية مثل اجتماعنا اليوم وبما يرسخ من مفهوم أن نهود دولنا الإفريقية يحقق المنفعة المتبادلة بيننا وإذا كنا نتوافق على منطق التأثير المتبادل فيجب أن نعي حجم نطاق التحديات المحيطة بينها ففي الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوترات التجارية العالمية وتتصعد توجهات الحماية وتتنامى المخاوف من مواصلة تباطئ الاقتصاد العالمي فإن دولنا النامية بالتأكيد وخاصة الأفريقية منها ستكون الأكثر تضرراً من استمرار هذه التطورات السلبية لا سيما عند الأخذ في الاعتبار التحديات القائمة في الأساس مثل عباء الديون ومحاربة الفقر والأمراض المتوطنة والتصدي لظاهر التغيير البناخ والهجرة وغيرها الأمر الذي يستلزم قيام المجتمع الدولي بتوفير جميع صور الدعم الممكن لدور القارة لمجابها تلك التحديات وعلى رغم مما تقدم فإن قارتنا الإفريقية تبتلك من المقاومات والموارد المتنوعة والموقع الجغرافي المتميز جنباً إلى جنب مع ما لديها من إرادة سياسية ورؤية واضحة البعالم لتنفيذ الإصلاحات وإقامة مشروعات الربط والاندماج الإقليمي وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية بما يؤهلها لأن تصبح أحد محرك النمو للاقتصاد العالمي ومن أبرز وجهات أنشطة الاستثمار وهو ما يؤكده حفاظها على مدار السنوات الأخيرة على كونها واحدة من أسرع المناطق نمو واقتراد ذلك بارتفاع معدل نمو التجارة البينية وتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السيدات والسادة أن التقييم الأمين للعلاقات المصرية الألمانية يجعل منها مثالاً يحتزى به للتنصيق والتشاور السياسي ولبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة فمن ناحية توفر مصف فرصاً استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد الإصلاح الاقتصادي إضافة لما توفره كبوابة للنفاذ إلى قرات ومناطق أخرى ومن ناحية أخرى يعد الجانب الألماني بما لديه من خبرات وقدرات مالية وتكنولوجية متميزة شريكاً استراتيجياً موثوقاً على أسعادة متعددة وتأسيساً على ما تقدم فهناك العديد من التجارب الناجحة التي تحققت ويمكن الاسترشاد بها لتكون حافزاً لقيام المزيد من الشركات بتوجيه استثماراتها للدول الإفريقية وبحيث تضيف للتاريخ الطويل من الترابط القائم بين القارتين الأوروبية والإفريقية والتي تشكل الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإفريقية ركناً أساسياً منه وهو ما نأمل أن تفضي هذه مخرجات اجتماعنا إلى تطويره والارتقاء به من خلال إجراءات عملية توفر التمويل وتعرض فرص لاستثمار وتحفز الشركات بشكل عملي ولعل المبادرة الألمانية بإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار في إفريقيا تعد بمثابة تطور مهم نحو تحقيق هذه الغايات المشتركة السيدات والسادة في الختام أود تأكيد وجود قصة نجاح عديدة للشراكة بين ألمانيا ودول القارة الإفريقية لا يوجد مجال التطرق إليها تفصيلاً وإنما يكون المغزى في الاسترشاد بعوامل وظروف نجاحها وجعلها حافزاً لمزيد من التعاون بما يمثل تطبيقاً عملياً لمنطق المنفعة المتبادلة شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر